موسيقى 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 المطبخ موسيقى 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 عندي هنوظفها زي ما انت معايز طيب هنستأزم رغضة دلوقتي او جيمي صباح الفل يا جيمي هنستأزنه دلوقتي نزلنا المقادير بتاعتنا ونبدأ ان احنا نشتغل في الحاكتين في وقت واحد وهوريكو ازاي ست البيت مينفعش توقف في المطبخ كتير وياخد من وقتها كتير هو على قد دلوقتي بتاع الاكل بس تنظفي حواليكي وانت وقفه خلصت الغدا خلص خرقتي مينفعش ان احنا نقضي اليوم بتاعنا كله في المطبخ طيب ما قادرنا بتقول ايه ده ده من يوم بارح ما قادرنا بتقول ان احنا معانا ايه هتنزل حالا على الشاشة عندي قلت ان انا عندي مشروم وعندي بسم الله هنبدأ لسان عصفور بالفراخ والمشروم يلا بينا عندي الفراخ عندي نص كيلو شيش طوق وعندي طبق مشروم فرش او ايا كانت كمية اللي حضرتك هتشتغل بيها عندي زبدة وزيت عندي حبهان بودر لورة بودر رش تجوز تطيب ومالح وفلفل اسفت دي المكونات بتاعة الشيش هبدأ ان انا عندي وق كده قدامي يكون صخن علشان اخد صدمة حلوة جدا للشيش طوق اخد صدمة حلوة جدا للشيش طوق حطيت حبت زيت وادام فيه زيت يبقى لازم هنزل زبدة بسم الله بالشكل ده كده حطيت الزيت الاول ونزلت بالزلدة علشان ما تحرقش مني وهبدأ ادي صدمة للشيش طوق بتاعنا بالتوابل الحلوة بتاعتنا بسم الله ونصبح على مدام عزيزة نقول له صباح الهنة صباح الحلويات يا ستة كل اللي عاملة ايه الله يسعد لي قلبك يا رب ما نحرمش منك أبدا يا بارك لك عمرك يا رب يا حبيبتي ما نحرمش منك أبدا يا رب تسلمي وتعيشي انت عاملة ايه أنا بخير طلما انت بخير يا ستة الناس وانا اكتر والله العظيم نورتيني الحمد لله يا ستة الناس تسلمي عناية الاثنين ادي رقمك لرغدة وعيوني الاثنين حر عناية الاثنين عناية يسعد لي قلبك يا رب ما نحرمش منك أبدا الحمد لله زي الفل بفضل ربنا ودعوتكم الحمد لله حبيبتي يا رب اللهم امين يا حبيبتي ما نحرمش منك نورتيني ويومك حلو زيك يا ستة الناس نورتيني بصوا كده عملت ايه نزلت بشوية زبدة وشوية زيت نزلت بالشيش طوق القطع بتاعكنا دي كده عشان اديله صدمة رشت فلفل اسود وحطيت اللورة بودر حبهان بودر رشت جسد تيب اللورة بتاعنا بالشكل ده كده وهنزل بشوية الملح بالمنظر ده مش كتير علشان لسه هنملح اللسان عصفه وهسيبه بالشكل ده كده على النار يبدأ ان هو يتلاسوع معي شوية وبعد كده هبدأ ان انا انزل بالمشروع طيب ارجع الوقت تاني كده على النار وعندي برضه لسان العصفور المتحمرة طيب ممكن ان احنا نحمره وفي حالة تانية نبدأ نحط بقية المكونات ونضيف عليه اللسان عصفور طبع عشان وقت حضراتكم السمين فاحنا محمرين اللسان عصفور بتحمريه معلقة سمنة ومعلقة زيت او معلقة زبدة او زيت او حبت سمنة وبتحمري التحميره العادية بس ما يكونش غامق زيادة هنلزم انا عايزة بالشكل دكت اللون ده هيطلع معانا مزبوط طيب عندي وقع النار هحط فيه شوية زيت صغيرين ونصبح على فاطمة نقول لها صباح الفل يا بطوطة صباح العسل عملة ايه الحمد لله والله اخبارك ايه الحمد لله والله من حب خالص مacional سعيد لقلبك يا رب من حلمش منك ابدا ربنا يخليك حبته وأمرينى لك ايطلبات نعم ليك ايطلبات وأمريني ربنا يخليك يا رب لو سمحت أاتله أنا عندي أحتم تويزسم وسحركي وهناس زيادة وبسحرك شهد ساحرة خالص استني استني الأخر الحلقة يعني تابع الاخر الحلقة وهارد عليك حاضر عناية الاثنين يا بطوط صباح الفل يا فاطمة بصوا عملت ايه كده انا بكلم فاطمة شوية زيت صغيرين نزلت بمعلقة التوم المفرو بدأ ان هو يتشوح معي ويطلع الروايح الحلو روح تنزل على طول عليه بالبصر ابدأ انزل بتوابلنا الحلوة اللي هنشتغل بيها في لسان العصفور او الطاجم بتاع بهارات رشة جسل تيب حبة من الفلفل ومكعبين من المرأة الفلفل الحميدة ممكن ان احنا ما نحطهوش ونستغنى عنه بسم الله بسم الله يا رحمة يا رحمة بالشكل ده كده وعندي صلصة الطماطم برضو هنزلها على البصلاية ننزل بصلصة الطماطم ونخلي كل ده كده هو تبدأ ان هو يفك مع بعضه صلصة الطماطم تفك مع البصل بسم الله طب احنا نتكلم من المكريم ونطلع فاصل ممكن صباح الفلفل يا امو كريم صباح الهنة والجمال على عيونك عامل ايه يعني انا مش هبقى ددالغ لما قول صمت الدنيا بتنور لما انت بتطلع يفك علي يا رب الله يا رب الله يا رب الله قلت سيئنا ليه سؤالي معند حضر 10 اسئلة مش اتنين بس امورين انا بنتes عيد ميلادي اخر الشهر pana كل سنه وهاية طيبة وابألف خيال يا رب عايزة الترطاية المعتمدة طبعا الكيكاية المعتمدة اللي احنا اعتمدنا من الشيخ نونيين طبعا تتعمل على شكل ترطاية اه طبعا يا سلام احطها لك اصلا والاسبوع ده اصلا هي اخر لشهر اه يوم تلاتين يوم تلاتين كل سنة وهي طيب قبل يوم تلاتين هتلاقيني عاملالك ان شاء الله بازن الله ترطاية بالكيكاية المعتمدة بتاعتنا عيني الله يبارك وباسهل طريقة واقل المقادير امري البشامل ما بيزبطش معايا خالص ينفع كده هقولك حالا نعمل ازاي خالص ماشي شكرا وطلعك من حضرتك عايزة كل حبيبك والصحابك والناس كلها يدعوا لقياد ان ربنا يقومه بالسلامة يا حبيبتي ربنا يقومه بالسلامة ويشفيه ويعفيه يا رب يخلهولك حبيبتي نورتين يلا بنا نكلع فاصل نرجع من فاصل نكمل لسانة عصفور بالمشروب والفراخ النهاردة هنشوف ايه اللي فاضل فيه وهيتطبق ازاي مع بعضه واتروه باي حتة ومستنياكوا بعد الفيس ورجعنا من الفاصل حطينا البصلايا مع شوية التون اللي احنا حطناهم مع الصلصة مع شوية الزيت بصوا بعد انا هنا اديت صدمة للفراخ زي محضراتكم شايفين كده انا عايزة حبة من البهاريز اللي نزلت من الشيش طوق ده واروح واخدها كده ليه هقولكو حالا ليه بصوا كده انا خدت منهم حبة واللي باقي اهو بالشكل ده كده شفتوا انا عملت ايه انا خدت حبة من العصارة اللي نزلت من الشيش طوق حطتها على التدبيلة اللي انا هحط فيها ايه هحط فيها لسان العصفور عشان كله يبقى شارب من بعضه وكده بالمنزر ده ما شاء الله اللهم بيره طيب هنا في مكعبين مرأة فانخلي بالنا قوي من الملح اللي هيتحط هعمل ايدي الوقتي ده كده تمامه زي الفل هوسع كده او هركنه خالص على جنب اهو واروح نزلة بالمصر من فرش للشكل ده كده رشا من الملح عليه كده وارشا من الفل في القشف واسيبه ايه يبدأ ان هو يشكشك كده شوية وبعد كده نقلمه مع الشيش طوق نيجي من نحيا دي للتدبيلة اللي تجنب بص شكلها كانت عبارة عن ايه شوية زبدة وشوية زيت اللي خدناهم كمان من العصارة بتاعة الشيش طوق حطنا طوم وحطنا بصر لورة بودر وحبهان بودر وشوية بهارات لحمة ومكعبين من المرأة وخدنا معلقة صلصة وخدنا العصارة اللي نزلت من الشيش طوق عشان التطعيمة بتاعة اللسان عصفور تبقى تجنب هنزل عليهم كده باللسان العصفور المتحمة بالشكل ده نحمره تحميرة كويسة علشان ما ينشيش مننا ويبدأ ان هو يحتاج سوية اكتر او يحتاج مية اكتر عايز اقول لكم تطعيمة الطاجن ده هتطلع تجنب شايفين شكل عامل ازاي ماشاء الله اللهم بيلك الريحة بجد كان نفسي ان انتو تبقوا شمين الريحة اللي انا شمها دلوقت ارجع هنا كده واروح مقلبه لشيش طوق كده بدأ ان هو يتلاسوع معايا ابدأ يقلبه مع الماشروم بالشكل شوفت انا خدت السوائل اللي نزلت ليه خدت السوائل والبهريز اللي نزلت من الشيش طوق عشان اطعم بيها اللسان عصفور وفي نفس الوقت علشان ما يبقاش عند الشيش طوق سوائل زيادة علشان انا محتاجة من قطع الشيش طوق بتاعتي او قطع الفراخ تبدأ ان هي تتلاسوع معايا شايفين هنا اللسان عصفور تمام وقادي شيش طوق مع الماشروم تمام لسه كمان هيكملوا تسويتهم مع بعض اروح واخده ده كده معده واروح حطاهم في طاقة بالشكل ده كده ده معده بسم الله واقلب كله مع بعضه واروح رفعهم في الطاجن اللي هقدم اصلا فيه تعملي بقى طاجن بايركس تعملي طاجن فخار انا ما عنديش اي مشكلة في اي حاجة الفراخ عندي استاوت الماشروم طبعا يعتبر استاوى اللي سان عصفور ما شاء الله اللهم بارك عليه الريحة تجنن ارجع واقول تاني يا نونة ينفع ان انا اخد الفراخ ديت ان انا استخدمها اي كطع الفراخ تانية او ان انا احط صدور الفراخ او ان انا احط فراخ كطع تمن كطع ما عنديش اي مشكلة اللي انت عايز اعمل اعمل كده ونصبح على دنيا ونقول له صباح الفل يا دنيا اهلو صباح الفيه صباح العسر على عيونك عامل ايه صباح اللي انت اللي عامل ايه انا بخير طلما انت بخير يا ست الناس اخبارك ايه اه كلمتك مبارح حببتي نورتيني وتنوريني كل يوم ان شاء الله ماذا مكتشوطة اللي انا بيت ارنعك لعبها كطب ده عارف اكلمه حببتي اتنوريني دايما نورتيني بمكمتك وبمتابعتك حببتي ده نورك مانحرمش منك يا ربك اسلامي وتنش حبيبتي الله يسعيد لقلبك نورتيني يومك حلو زيت يا رب نورتي بصوا كده أنا عملت إيه اللسان عصفور ما بياخدش مية كتير أنا مش محتاجة شربة لا أنا محتاجة من اللسان عصفور يطلع معي مفلفل عارفين يعني إيه مفلفل يعني بالشكل ده كده خلس التاجل معي يتقفل فويل درجة حرارة على 200 فوق وتحت شغال معي هحطه حوالي يعني من 15 دقيقة العشرين يعني من ربع شاعة لكلفة شاعة معي ونبدأ نشوفه هتلاقوا اللسان عصفور بدأ إن هو يتشرب ويطلع مفلفل كده وجميل ما يبقاش عامل زي الشربة طيب أنا مش عايزة يا نونة أحطه بطاجل وعايزة أسويه على النار عادي من فوق كده هعمل إيه نفس النظام برضه المية بتاعته تبقى قليلة تسبقتي الحياء بتاعه عايزة مش عارفة تحط المقدار مية الدقيقة حطي شوية في شوية يعني واسا نبدأ بكوباية لقيت إن هو خلاص عارزة ما بنعمل الشعرية كده لقيت إن هو الشربها بس لسه في تكاية مية في تكاية سوا أروح حتى شوية مية كمية شوية شوية كده هتلاقيه ستوا معاك وتلع مفلفل وزي الفرن ربع ساعة عشرين دقيقة ونبدأ إن إحنا نفتح الفرن عليه ونشوف تسوية بتاعته عاملة إزاي طيب ده أول حاجة النهاردة عملناها مع بعض تاني حاجة بقى صنف في منتهى الجميل صنف الشكل بتاعه نفسه حاجة كده تاخد العقد محتاجة بولا عشان أتبل فيها الفراخ محتاجة سكينة حامية ومحتاجة بلنشة علشان أقطع الفراخ زي ما أنا ما عايزة ممكن نقطعها على طبق نحضر حاجتنا كلها جنبنا ونبدأ نشتغل على ما نحضر حاجتنا كده هنستأذن جيمي ينزل لنا المقادير بتاعت الفراخ بتاعتنا النهاردة أنا النهاردة عندي إيه؟ عندي بطاطس مكعبات محمرة وعندي بصل جوليان مشوي يعني مشوي عايزة تحطيه في فويل ماشي ما عايزة لسوعية على النار كده ما عنديش أي مشكلة عندي طماطم مكعبات توابلنا الحلوة عندي صدور فراخ سليمة وهوريكو دلوقتي شكلها هيبقى عامل إزاي عشان تديني الشكل اللي أنا عملت شكل التسوية نفسه كمان هيبقى يجلم يلا بنا ما قادرنا بتقول إيه يا جيمي؟ عندي أربع صدور فراخ وممكن ما نحطش الأربعة وممكن نحط اتنين تلاتة على حد حسب أفراد أسرتك التدبيلة بتاعتنا بصوا كده أنا هشتغل على طول يا جيمي صلصة طماطم عندي بهارات فراخ وعندي توم بودر وقادي الخلونجان البودر لورة بودر حبهان بودر وقادي شوية من الملح وحبة من الفلفل الأسفت رغضة ممكن نزود عليهم شوية زيت شوية زيت ونزود على التدبيلة شوية من الزيت بالشكل ده كده شايفين المنظر؟ آدي المنظر بتاعتنا أهو آآ بتاعنا أهو طيب الأرضية بتاعتنا بقى لنحطها تحت الفراخ عبارة عن إيه؟ عندي عندي بطاطس مكعبات محمرينها وممكن إن إحنا ما نبقاش ما نعملهاش مكعبات وممكن نعملها أي شكل أنت عايزي ما عنديش أي مشكلة عندنا إيه كمان؟ عندي طماطم مكعبات وبصر زوليان مشوي وفسوستو مشوية وبابركة وبهارات فراخ وملح وفلفل أسفت طيب هتبل الفراخ وبعد كده أوريكو أنا هعمليه أنا همسك صدور الفراخ كده وهبدأ إن أنا أعمل كده بالشكل ده شايفين بقطع الشي الصدر عامل إزاي؟ علشان يبقى إن هو مديني التجزيع والفتحات دي وهبدأ إن أنا أقطع الصدر واروح حطه على طول في التجبيل كده ونصبح على ما يسرى ونقول له صباح الهنى صباح العسل على عيونك عاملة إيه؟ أنا بخير يا ست الناس تسلمي وتعيشي أنا زحبك أبيch يا رب ما انحرمش منك أبدو وبفرح قو وما مكونيك pedals يا حبيبتي ربنا يسعد قلبك ويفرحك دايما يارب اللهم أمين انت موورة تلفزيون ونورك يقلبيت يا قلب الدنيا كلها منورة بيك تسلمي وتعيشي حبيبتي ربنا ي باركلي في عمرك يا رب تسلميك منشو كوائفة؟ أنا زي الفل تولمنتو بخير حبيبتي ربنا يباركلي فيكي يردaliك؟ إليك أي طلبات؟ انا في حالة ان انا شفتك ومكلمت بس يا حبيبتي منحرمش منك انا اسعد بمكلمتك والله نورتين انا اول مرة اعمل مدخلة مع اي حد بس لبعش الخضر انك وان شاء الله مش اخر مرة اتنوريني على طول باتصالاتك بعدين ابتلت من زمان واخدت منك ومسؤ المطبة يا حبيبتي دايما مع بعض ودايما متابعيني وربنا يجي من المحبة والمعروف يا رب نورتين بسوا كده بدأت ان انا عملت التجبيلة الحلوة بتاعتنا السهلة البسيطة دي وقادي تجبيلة الحلوة سهلة وبسيطة ما فيش اسهم كده طيب نركن دي على جنب نركنها على جنب فرن بتاعي يشغل على درجة حرارة اعلى درجة اعلى درجة محتاجة ايه محتاجة ورق زبدة وورق فضر ننظف المكان اللي احنا هنشتغل فيه علشان تشوفوا انا هعمل ايه دلوقتي للصنف بتاعي هعمل كده وهعمل كده تمام رتزوا معايا في اللي هعمله عشان يطلع الشكل زي ما انا ما عايزة بالزبط انا عندي اربع صدور يعني محتاجة اربع ورقات او اربع يعني اربع وحايد من ده بص انا بعمل ايه ورق زبدة وقده فل شايفين انا هقطع اربع على قد الصدور اللي انا بعملها ونصبح على صارة والله صباح الفل يا صارة صباح العسل عاملة ايه وعليكم السلام وعشت الله وبركاته وعبارك ايه ايه عند عيالي بيحبك ايه الله يسعدك بيهم يا رب ويسعد قلبك وتخلهم لك يا رب انا عايز كلمك يا سيدوني انا اتعلهولك وباركلك في يا رب بصباح الفل يا ياسيد نورتيني نورتيني really كده. بص يجب انا بعمل ايه? ادي في ورقة زبدة وتحتها ورقة فويل. وهدى ان انا اعمل كده. تقريم المروحة اللي كنا بنعملها زمان. بالشكل ده. الفويل والزبدة مع بعض. بالمنزل ده كده. فرن بتاعنا شغال على اعلى درجة. بالشكل ده. تمام كده تمام. واجي من هنا واروح عاملة كده. واجي من هنا واروح للمنزل ده. وابدأ ان انا عندي البصل وعندي البطاطس. وعندي الطماطل. بالشكل ده. كل المكونات بتاعتنا مع بعضها. بغارتنا وتوابلنا الحلوة. ناقس الملح والفلفل الاسود. رشة بسيطة خالص من الملح. مش كتير. ورشة من الفلفل الاسود. التوم المفروض بتاعنا اللي توم المشوي. ده الشكل ده كده. ده في منتهى الجميل. ودأ ان انا اقلب كل ده مع بعضه. بالشكل ده. هقلب كل ده مع بعضه. وده اللي هيبقى الارضية. للصنف اللي احنا بنعملها. الاربع ورقات. هيتعمل نفس الشكل كده. ويبقوا عاملين زي المركب ملمومين من الجناب. علشان نبدأ بعد كده. نحط في الارضية الخضار. ونحط كل سدر فرخة من السدور بتاعت الفرخ بتاعتنا دي. على وش الخضار. تخيلوا بقى التوم المشوي مع البصل الملاسوع ده كده. مع البصل مع الطماطم مع البهرات الحلوة اللي احنا حطينها. يا روح يا علي. بصوا كده. نصبح على صحر ونقول له صباح الفل يا صحر. ازاي كيش نونة? ازاي حضرتك عامل ايه? نحنا بنحبوك كتير قوي قوي قوي. احنا بنحبوك نتصرف بيك. اسكندرية ولا منين? من ناجح حمالي. ناجح حمالي. حفظت هنا. حبيبتي على راسي نورتيني. نحنا بنحبوك قوي يا شفلونا. يا سعد لقلب. اللي يبارك لك ويجعلوا كله في ميزان حسناتك اللي بتعمليه والله. يا رب الله ما امين يا حبيب. تسلمي وتعيشي. ما تحريمشي مني. تسلمي يا قلبي. تسلمي يا حبيب تعالي. تسلمي. مو تسأل عن قريجة كاكة الجلاش. عناية لاتنين. طب ما احنا ممكن نعملها لحضراتك. ايه رأيتك? طيب قولنا احنا نتعيش بله. عيوني لاتنين. عيوني. نورتين. اكتب يا رغدة عندك. نعمل ده ونطلع لكم. بصوا كده. بالشكل ده. وبعد ما بخلص كده باجي من الجن. وللمها كده زي البمبنية. اجيني هنا. وللمها كده زي البمبنية. وابدع ان انا افتح كده. ليه? حتى ورق زبدة ينونة جوه الفويل. حتى ورق زبدة يا حبيبي علشان انا عندي طماطم. اي صنف في طماطم في اه لمون. عاصي اللمون لازم يبقى فيه زبدة ورق قبل الفويل. علشان الفويل ما يتفعلش مع الاحماض او الحمضيات اللي موجودة. ويبدأ ان هو يبقى ضرع على صعود. بالشكل ده كده. العشيل ده كده. وابدع ان انا احطه هنا. بص يا جيمي بقى. صدر الفراخة هون اللي احنا مقطعينه. واحطه على الوش كده. شايف عمل ازاي? صدر الفراخ كده اللي احنا مقطعينه واحطه على الوش كده. هطلع فاصل. في الفاصل هعمل ايه? هعمل الكتعتين التانيين. عشان لما ترجعوا لي نخطهم في الفرن. الفراخ ما بتاخدش وقت في التسوية خالص. وانا عندي كل المكونات اللي في الارضية تحت كلها مستوية. فانا يدوب الفراخ تستوي. تاخد اللون الحلو اللي انا عايزاه. ساحتين وعافية. وحطين خلونجان. الخلونجان ده وبيسوز الفراخ بسرعة. وبيديها تدبيل اك انها معمولة بقى لها يجي ساعتين تلت. يلا بينا نطلع فاصل نرجع من الفاصل نكمل حلقتنا. خليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة. ورجعنا من الفاصل وتعالوا بقى نحط الفراخ الحلوة لأوارد بتاعتها دي محطاها في الفرن. ثانية واحدة اما نحطها في الفرن. في اختيارات او في احتمالات ان احنا نغير الوصفة دي اافي ازاي. ممكن ان احنا بقطع الفراخ دية بدل من نحطها بالشكل ده كده. نجيب قطع ستيك ونديها. ونديها صدمة من بره مع تدبيلة حلوة كده. ونبدأ ان احنا نحطها على الوش. تاخد التشميع بتاعتها في الفرن والشكل بتاعتها في الفرن. في اختيارات ثانية احنا احنا ممكن اصلا ما نتدبيلش الفراخ تدبيلة حمرة. نديها صدمة على النار من بره. تبقى عاملة زي المشوية. ونحط سيدر الفراخ على في الخضار. ونبدأ نحط لها ميكس جبن من فوق. يا روح يا عليها. لما بتدوب الجبن كده وتسيح بتبقى تطعيمة الفراخ تجالك. خير. عندي الفرن بتاعنا كده اهو. ونعملناش قساد ده. صدمة كبيرة. استنى. جيش بيقول لك ايه? جيش بيقول لك ايه? الصرف. نعمل كده. ناخد الصوق بتاع الفرن. اللي هو على قد مقاس الفرن بالزبط. ونروح شاليني الاوارد بتاعتنا الحلوة دي. نخطاتي ده. اهي. بالشكل. ونصبح على غادة ونقول لها صباح الفل يا غادة. صباح اللي انا عاملة ايه? الحمد لله انا بننبرح وانا عملها لنا عليك وبيديني مشغول. حقك علي يا مهام مجرد البرنامج بيجل حقك علي. بص يا جمي كده يلا بينا. انا بحبك قوي والله ومتبعك من زمان. يشعيد لقلبك يا رب ما نحرمش منك ابدا تسلميني. ما يخلي. اموريني ليك ايه طلبات? حبيبك. لا انا بصبح عليك بس. صباحك هنا وسعيدة يا رب ما نحرمش منك. ممكن اه تعمليني اكلات للاطفال. عيوني. عيوني عيوني عيوني. ليك ايه طلبات تانية? لا شكرا. حبيبك نورتيني عيوني لاتنين. حطينا الصاج في الفرن زي ما نشايفين كده ونقفل كده. نقف هنا بقى دام احنا عند الفرن كده تعالوا نقفه شوية عنده كده. طيب. الفرن بتاعنا الساعة بتاعته او الحجم بتاعه وخمسة واربعين لتر. في الصاج الاسويت ده تمام? بنحط فيه زي ما نشايفين كده صنف الخضار. وعندي كمان شبكة. ومع الشبكة والصاج عندي شوية الفراخ اللي احنا بنحط فيها الفراخ. ونبدأ ان احنا نضغطها بالخطفات دي كده هو. علشان تبقى مسكننا الفرخة. علشان ما ما احنا الطاقة جوة. وتبدأ تلفت شوية تشوينا الفراخ من كل ناحية. الفرن بتاعنا كمان معاه ماسكين. ماسك للصاج وماسك للصانية. طيب. الفرن بتاعنا النهاردة ده. ما شاء الله اللهم بارك عليه. بينزل بالاحمر وبينزل بالاسويت. خمسة واربعين لتر. في تلات طايمرات. الطايمر الاولاني علشان درجة الحرارة. عايزها من اول مية لحد ميتين وخمسين. ازبوط درجة الحرارة زي ما انت ما عايز. عايز اقول لكم ان افضل كيك بعمله وافضل صوان وافضل فراخ ما شوية بعملها عندي في الفرن ده. طيب. الطايمر التاني ده بيعمل ايه او بيزبط ايه يا نونة؟ ده بيزبط انت عايزة جوة في الفرن. شوية بس اللي شغالة ولا شغال فوق وتحت ولا شغال تحت بس ولا شغال الشوية اللي هي بتاعت الفراخ. المميزات دي مش موجودة في الفرن البتجازل عادي. فمعنى كده ان الفرن ده ما شاء الله اللهم بارك عليه. طيب. عندي الطايمر التالت ده ده بيزبط الوقت. يعني لو انت عاملك كاية ومش كل شوية عايزة تبص في الساعة ومش كل شوية عايزة تشغلي نفسك بالوقت. لأ بتزبطي الوقت اللي انت عايزيه. من اول عشر دقايق لحد ستين دقيقة. بتبدأي تزبطيه ومجرد ما بيخلص اسمع كده يا جيمي. الجرس ده هو كده قفل الوقت اللي انت محدده ليه. فلو بتسوي كده هتبدأي تزبطيه على خمسة وتلاتين دقيقة واربعين دقيقة. ويبدأ انه هو اول ما يخلص يتسمعي صوت الفصلة بتاعك. طيب. الفرن بتاعنا النهاردة نازل فيه صفحة سوق المطبخ. الكيو ار بتاعها على الشاشة. والتلات ارقام بتوحها كمان على الشاشة. نازل معاه ايه? نازل معاه. آآ كبة لهلوبة اللي هي اللي اتنين دورة. دمان عشر سنين على الدورة الكبير والدورة الصغير ودمان ودمان سنتين على المطور. اللي اتنين نازلين مع بعض النهاردة. بخصم كبير جدا زائد شحن مجاني ويوصلك الارضة لحد باب البيت. يوصلك الارضر لحد باب البيت. فرن كبير خمسة واربعين لك. آآ كبة لهلوبة اتنين دورة. عليها عشر سنين ضمان على الدورقين. والآآ المطور عليه سنتين. بتخذيهم النهاردة وتطلبيهم عن طريق التلفونات اللي قدامنا على الشاشة. تبدأ تطلبيهم. سلام عليكم. بفضلك انا عايز الفرن اللي بتتكلم عليه النهاردة. اللي معاه تلاتة طايمر اللي بيزبط الوقت. واللي بيزبط الشوية او يزبط فوق وتحت اللي مش موجود في البتجاز العادي. وعليه الكبة لهلوبة. زي ما انتم شايفين كده الكبة لهلوبة دي انا ما باستغناش عنها عندي في البيت. افرم كفتة افرم لحمة افرم فراخ افرم كمية بصل كبيرة علشان المحشي. كمية بصل كبيرة علشان المنبار بيستسعفني في الوقت. وفيه الدورق الصغية لو انا هعمل حاجات كميات قليلة. شايفين الفرن شكله عامل ازاي? ما شاء الله اللهم مبارك. بتبقى متابعة الشكل عامل ازاي? طيب. هنا فيه. اه اللي هي الاسمها ايه? اسمها ايه? اللي هي الحرارة دي. السخان. اللي هي الحاجات المعدن اللي عاملة زي السخان. بتبقى شغالة من تحت. وفيه زيها فوق. علشان يسولك تحت وفوق مع بعض. شايف المنزر عامل ازاي? ما شاء الله اللهم مبارك. بتغطيه في ديكور مطبخك وتستخدميه. اكسم بالله. انا فيه ناس اعرفها شخصيا ما بتجيش جمد فرن البوتاجاس خالص من حلوة الفرن ده. بتسوي فيكك مزبوطة على الشعرة. فراخ مزبوطة على الشعرة. طواجن وحلويات كل حاجة بتسويها في الفرن ده. فنازل النهاردة في صفحة سوق المطبخ تقدر تتواصل معهم علشان يجيلك لحد باب البيت من غير من غير شحن. يجينك لحد باب البيت من غير شحن. طيب. نطلبه ازاي نونة بطريقتين ما لهمش تالت. اول طريقة وهي ارقام التليفونات. ارفوها سمعت التليفونة عليهم دلوقتي. سعر ديها العادية. سعر الموبايل العادي. اكنك بتكلمي اي حد من قريبك او اي حد من اخواتك او صحابك. تقدر يتكلميهم وتقول لهم سواح الخير. انا عايز الفرن اللي موجود النهاردة مع نونة. ومعا كمان الكبه اللي هلوبة. انه كبه اللي هلوبة اللي اتنين دولة. اللي عليها ضامن عشر سنين اه. اللي عليها ضامن سنتين المطور اه. طب فيه شحن مجاني اه طبعا. طب فين الخصم. اسألي عالخصم الكبير اللي موجود النهاردة مع الفرن والكبه. تقدر يتتواصل بهم بص المنظر عامل ازاي. عايز اقول لكم ان الكبه مش بتفرم بس. ممكن اروح ورا يا جيمي بس سواديهم حاجة. الكبه بتجيلك السلاح هنا في الدرق الكبير. السلاح هنا في الدرق الكبير تلت شفارات او تلت اسلحة تلت سكاكين. في الدرق الصغير سكنتين. بيجيلك كمان اشارة توم. دي اشارة توم. بتحط تيها في الدرق الكبير وتبدأ تحط التوم اللي هو بقشره وتبدأ تشغال عليه. دي كده بتبدأ ان هي تقشلت التوم بسهولة جدا من غير ما تبدأ تعمليه بدوافرك. معاه ايه كمان? معاه خفاقة. ايه الخفاقة دي لو انت بتعملي ملك الشيك بتعمليه عصير بتخفوكي بيد او عايزة تعملي بيد قملك. دي خفاقة ان انت بتحطيها برضو في الدرق الكبير وبتبدأ ان هي تخفوك لك كل حاجة انت عايزها. الدرق الكبير والدرق الصغير ليهم استخدامات كبير كتير. الاتنين عليهم ضمان عشر سنين. المطورة عليه سنتين ضمان. الفرن النهاردة نزلك معهم بخصم كبير وشحن مجاني. اسألي على الشحن المجاني. واسألي على الخصم ويجيلك لحد باب البيت. بسم الله. بسم الله. بص يا جيمي. بص يا جيمي وملي عينك وملي عين حبيبنا ومتابعيننا وكل مكان. بص كده. يا روحي. بص المنظر. شايف. شايف الفلفلة. بص المنظر عاملو ازاي. ريحة تجنن قلبة الدنيا والتطعيمة تهويس. شيش توف بالمشروب مع اللسان عصفور. نبدله الشعرية ونبدله الرز معنديش اي مشكلة اعملو اللي انتو عايزينه. اللي انتو بتحبوه اعملو. عملنا ايه في حلقتنا عملنا آآ طواجن اللسان عصفور بالشيش توف وقلت والمشروب طبعا. وقلت ان احنا ممكن نبدل الشيش توف بآآ في اي نوع فراخ تاني. عملنا النهاردة كمان اواري بالفراخ المشوية طبعا زي ما كده هي محتاجة شوية سوا زيادة كمان مش هقدر اقولكم ان هي مستوية بس بصوا للحم من جوا هي دخلت في السوا اه اشلت ايه عشان تبين اه شايفين بالذات كده دخلت في السوا بس هي عايزة تستوي شوية كمان يدوب سوا الفراخ لان الخضار كله مستوي وهتطلع معاكو زي الفن اتمنى تكون حلقة النواردة عجبتكم نالت روضاكو اتمنى دايما نكون عند حسن ظنوكو بيجدد لقاءنا بكرة مع حلقة بره الصندوق يعني ايه حلقة بره الصندوق نطر كده ونرت عندنا بكرة هنعمل ايس كريم الحلقة كلها ايس كريم في ايس كريم كل انواع الفاكهة الطبيعية اللي في السوق هنعملها بكرة ايس كريم بتلت مكونات وبس وفي الخلاط تلت مكونات وبس وفي الخلاط اسهل من كده ما فيش عايزةكم بقى تنزلوا كده النهاردة اللي ربنا يقداركم عليه اي فاكهة تلاقوها في السوق هتوها عشان احنا هنعمل كده اي فاكهة هنلاقوها في السوق هنجيبها عشان بكرة نعمل حلقة ايس كريم عظيمة بأشكال كتير جدا السيف بقى والحر بتاعه داخل علينا داخل لك كده ما يعلم بقى لربنا فعايزين نرطب على الأسكريم وطبعا فيه حاجات كتير جدا أنواع من أنواع لأسكريم مقاطعة فمشينفع إن إحنا نجاب خلوا بالنا من حاجة زي كد فإحنا هنجيب الأسكريم نعمله في البيت بثلاث مكونات بس وعلى أدين بفاقة طبيعية واتفوتوا حلقة بكرة عشان حلقة بكرة لو تفوتتكم هتخسروا كتير أشبكوا بقى في خير واسبكوا في حفظ اللون نتقابل بكرة إن شاء الله مع حلقة جيدة من برنامج وبرنامجكم البلد يوكل على أقوى قناة طبحة مصر بإنسي فوت قوية بكم لكم أشبكم بخير واشوفكم على خير وقولكم السلام عليكم اشتركوا في القناة